سبيلاني للنجاة من الهلاك الذي يقوده متحول كورونا الجديد في شتى دول العالم فإما الحصول على اللقاح أو تشديد الإجراءة الوقائية للملقحين سابقا وبعد انتشار أوميكرون في معظم دول العالم وقع العراق فريسة أمام خطر المتحول الجديد بعد تأكيد تسجيل إصابات به بحسب وزارة الصحة وقد يجد أوميكرون طريقه الأسهل لإصابة الناس سيما في العراق الذي يعتبر العديد من مواطنيه غير مكترفين لتلقي اللقاح والحصول على الجرعتين وبفعل استهتار طيف واسع بخطورة الإصابة بمتحولة كورونا وسلالاتها وزارة الصحة تخذت إجراءات الاستعداد لأية إصابة محتملة بتجهيز ألاف الأسرة للتعامل معها لكنها حذرت في ذات الوقت من التهون في الإجراءات الوقائية يتزامل تسجيل إصابات أوميكرون في العراق مع تصريحات منظمة الصحة العالمية التي أطلقت تحذيرا حول احتمالات مؤكدة لظهور متحور جديد يرجحها انتشار أوميكرون السريع والواسع في العالم المنظمة شددت على خطورة المتحور الجديد مقارنة بأوميكرون وهو ما يزيد عدد وفيات الفيروس القاتل وهو ما قد يفتح ويلات كورونا في بداية انتشاره وقد يغرق البلاد في مربع الإغلاقات الذي تسبب بضرر اقتصادي واجتماعي كبير